سيدكم من الشهر بيت لجنة المسابقات كليها بعض التوصيات بإقامة المباراة في ملعب جديد وإقامة المباراة في ملعب مساحته أوسع وإقامة المباراة في ملعب لم يتم توقيع عقوبات عليه في آخر مباراتين ولكن تم ضرب كل هذه التوصيات بعرض الحائط والمكتب التنفيذ اتخذ قراره وقال لك المباراة النهاردة يوم 30 مايو في مراكم محمد الخامس الساعة 9 مساء إذن واضح جدا أن الموضوع جوه الكاف مين بيدير ومين بياخدوا القرار والليجنة دي بتجتمع وما حدش بيبص في الورق ولا حد بيشوف الورق مكتوف في إيه لأن الورق ده لو المحكمة الرياضية شافت أن الملعب اللي يصدي في الفاينال كل قواعد السلامة والأمن اللي حصلت فيه بكل المشاكل دي بتقارير رسمية مليون في المائة هيكون ليه قرار تاني لأن يبدو أن الكاف عايز يروح لأزمة أكبر من أزمة 30 مايو 2019 اللي أطلق عليها وقتها أزمة رادس اللي أطلق عليها وقتها أزمة رادس أو كاي زي ما قال عليها الزملاء في المغرب وكانت عنوين الصحف المغربية في ضيحة رادس بعد ثلاث سنين الاتحاد الافريقي رايح بينا لنفس الموضوع وبأكد وانا بختم الجزئية دي الكلام ده أنا بتكلم فيه مع الاتحاد الافريقي لا يعنيني تماما ولا بتكلم على الأشقاء في المغرب ولا نادي الوداد ولا جمهوره قضيتنا على كيفية اتخاذ القرارات والقوانين اللي بيتم انتهاكها بشكل رسمي من قبل المسؤولين في الاتحاد الافريقي ما بصلكم